كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الصناعة بسرعة إعداد مشروعات القوانين أو القرارات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة المتعلقة بالحزم التحفيزية للصناعات المستهدفة جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض مقترح مقدم من مجموعة اندوراما العالمية بشأن إنشاء مصنعين للأسمدة الفوسفاتية والسيليكن المعدني لإنتاج الألواح الشمسية تمت الإشارة خلال هذا الاجتماع إلى رغبة المستثمر في توجيه استثماراته في المصنعين باستثمارات تبلغ نحو 700 مليون دولار على أن يتم تخصيص الإنتاج للتصدير